أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة وذلك في ضوء التوجهات الرئاسية جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التضامن وتناول اللقاء استعراض موقف برنامج تكافل وكرام الحالي وأكد تطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023